ترأس وزير الطاقة والمنجم محمد عرقاب أمس اجتماعاً تنسيقياً هاماً بين الوزارات حول مشروعية غارج بلاد والفصفات حسب بيان لوزارة الطاقة وحضر اللقاء كل من وزير الأشغال العمومية كمال ناصري وزير النقر عيسى بكاي وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حصني وزير الانتقار الطاقوي والطاقات المتجددة بن عطو زيان والأمين العام لوزارة المالية إبراهيم جمال كسلي وكذا إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوزارات الخمسة جاء هذا الاجتماع تجسيداً لخطة الطريق الموضوع في الإطار الاستراتيجي الوطني لتطوير وتثمين الموارد المنجمية في الجزائر وكذا تطبيق البرنامج الوطني للمشاريع الكبرى المهيكلة من أجل المهوض بالقطاع المنجمي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية حيث تم في هذا الإطار التركيز على المشاريع الهامة على غرار مشروع تثمين مكمن الحديد لغارج بلاد التندوف والمشروع المتكامل لاستغلال وتحويل الفوسفات تبسى سقهراس عن نابا وسكيكدا واستعرض عرقاب خلال اللقاء عرضاً مفصلاً عن المشروعين بهدف وضع خطة وطنية متعددة القطعات تصل بمشروعي غارج بلاد والفوسفات وهذا من أجل تنسيق سلس بين جميع الفاعلين قصد العمل على استحداث مشاريع جديدة وإقامة البناء التحتية والأساسية المتصلة بالمشروعين ترجمة نانسي قنقر